أهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل في تحدي دايما بيواجه المؤمن بالمسيح خصوصا المؤمن بالمسيح جديد التحدي ده هو سبب تشككه أو تزبزبه في الإيمان بسبب طبعا ظروف كتيرة وطبعا الأمر ده طبيعي جدا ولأن المسيح بيعرف هذه المشاكل هنلاقيه بيقدم لنا للمشكلة دي الحل المشكلة دي بالذات قدم لها السيد المسيح الحل في الإصحاح 15 من إنجيل يحنة لما قال إيه بقى؟ قال أنا الكرمة الحقيقية وقاب الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكتر أنتم الآن أنقيا لسبب الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيا وأنا فيكم كما إن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا أنا الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا المسيح وصف نفسه بالكرمة الحقيقة والآب هو الكرام والمؤمنين بالأغصان يبقى المسيح هو الكرمة الآب الكرام والمؤمنين بالأغصان وبقوة ثبات الغصن يعني المؤمن في الكرمة يعني المسيح يعطي ثمر كثير بمعنى أن علاقتنا بالمسيح كل ما تكون قوية كل ما هنكون ثابتين فيه أكتر وحياتنا هتكون فيها ثمر أكتر اللي يثبت في المسيح هو بيقول كده الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير طب إزاي نثبت فيه أولا نطلب من الله أن يملأنا بروحه لنستطيع أن نميز ما بين صوت الله والأصوات الأخرى وبكده ما يحصلش تزبزب ثانيا ننشغل بكلمته كتاب المقدس ووصياء وانطيعها المسيح قال أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به وكمان نتكل على المسيح اتكال كامل لأنه هو اللي قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا بكده يبقى المسيح إيه هو إيه؟ المسيح هو الحل موسيح 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 موسيح